لدينا اعتراف واضح وصريح ولو لم تسلط عليه الصحافة أميركية أو بريطانية هذا الموضوع وعملت عليه تحقيقا لما تم تسربه إلى الرأي العام ولم تتعاطى معه الحكومة أؤكد على هذه القضية باعتباري أنها أصبحت مشكلة حساسة لو تطرق له أي شخصية من الإعلام العراقي قبل التقرير الأميركي لتم الحديث على أن هذه محاولة ابتزاز هنا أعود إلى الربط بين القضيتين إذا كان أن مكتب رئيس الوزراء متهم بالابتزاز والأوراق الآن داخل القضاء وهو من سيحدد هذه القضية الأساسية وبغض النظر عن ما يترتب عن الموضوع هذه ممكن أن نعتبرها فضيحة كبرى في تاريخ هذه الحكومة إذا تم التغاظيم عنها من قبل القوى السياسية والبرلمان وحتى مؤسسات الرأي العام والمجتمع المدني وحتى كل من يدعي أنه يجب أن يحافظ على عنوان الدولة فهو متواطئ معها أتحدث بهذا التعبيم لأنها لا تقبل التجزيع جانب رابع ومهم أنه لحد الآن تفاصيل القضية ما هي شبكة التجسس يقال باعتراف النواب وبحديث النواب على أنها تحاول أن توجيه رسائل وابتزاز وغيرها إذا كانت هذه الشبكة تعمل في مكتب رئيس الوزراء فهذه الفضيحة يجب أو لا تقل عن فضائح أخرى تقال أو تستجوى فيها الحكومة وتقدم استقالة تافية لكن لحد الآن نحن تفاصيل كثيرة ما نهمها يا دكتور نحن ما عدنا تفاصيل من هم الأشخاص المتورطين نحن ما عدنا تفاصيله مهمة وخطرة نعم من هم هؤلاء الأشخاص وهل يعملون لمصلحتهم من هم هل يرتبط بمكتب رئيس الوزراء وهذه الفترة جميعها لا يعلم بهم رئيس الوزراء أم هن هناك فريق آخر يديرهم وهذه شبكة مهمة وخطرة عندما توصل تهديد معلومات تتعلق بأمن الدولة ومسؤولين يخترقهم الشيء الثالث والخطير من اعتقل هذه المجموعة إذا صدر أمر قضائي فمن نفذ هذا الاعتقال هذه حلقة مفقودة يعني معقولة مكتب رئيس الوزراء يعملون مكتب رئيس الوزراء تجي قوة هذه القوة سواء كانت خاصة أو تنفيذ أمر القاقبض وتحري قوة بسيطة جدا تلقي القاقبض فإذن هناك قوة أكبر من مكتب رئيس الوزراء حاولت أن تقوم بخطوة استباقية وهي تحسب لهم حقيقة فالملف هناك اختراق أكبر من مكتب رئيس الوزراء إذن يا دكتور هذه الخطورة بالملف ساد نجح هذه الخطورة التي أنت شخصتها بجرعة أنه هناك قوة أمنية وسياسية أكبر من مكتب رئيس الوزراء ونفذت الأمر هذا يقودنا للتفكير أنه هذه القصة فيها جنبة سياسية صح من المستهدف بها هو بغض النظر عن المستهدف أنت الآن أنت ما تقدر تغضي النظر هنا دكتور عياد حتى تربط الحلقات المفقودة حتى الحلقات التي كنت شيريها أكون فاعل وردت فاعل نقطة أكون نقطة مهمة أنت الآن مكتب رئيس الوزراء تحدث عن محاولة صرف الأنظار هو لم ينفي وجود مثل هكذا حادثة وفتح تحقيق إداري وإنما أكد وفتح تحقيق إداري